اشتركوا في القناة كيف بدأت الكهرباء وإلى أي مدى وصلنا إلى موضوع الكهرباء والمنتجات الخاصة بالكهرباء في المملكة العربية السعودية في البداية نتكلم عن أنه في عام 1907 للميلاد وطبعا هذا كان في المدينة المنورة طبعا تعتبر المدينة المنورة أول من دخل فيها الكهرباء في عام 1907 للميلاد طبعا كان هناك محطتين تعمل في المدينة المنورة أحد هذه المحطات أو الموليدات كانت تعمل بالفحم والأخرى كانت تعمل بالكيروسين طبعا كانت تنتج هذه الموليدات تقريبا حدود 20 كيلو واط طبعا الهدف الأساسي لها هي إنارة المسجد النبوي الشريف هذه في البداية إذا في عام 1907 كانت في المدينة المنورة ثم في عام 1918 للبداد وتحديدا بمكة المكرمة في المسجد النبوي تعتبر هي ثاني من دخل بها الكهرباء طبعا كانت الهدف منها هو إضاءة المسجد المكي باستخدام موليدات طبعا هي تكون تابعة لإدارة الحرم المكي الشريف طبعا وفي بكة أيضا في نفس التاريخ في 1918 تم عملية إنارة الشوارع والمنازل لكن القريبة من الحرم البكي وكان هناك قريب من الحرم عبارة عن مصانع ثلج والحبوب كانت عادة تضاء بعد صلاة المغرب فقط لمدة ثلاث ساعات وهذا كان طبعا في مكة البكرمة في عام 1933 للميلاد في مدينة جدة ومدينة الطائف صدر النظام فتح امتياز للطاقة الكهربائية وطبعا هذه كانت هي البداية الحقيقية للاستثمار في الطاقة الكهربائية وطبعا جدة كانت أول من فتحها لها حق الامتياز إذن حق الامتياز كان موجود في جدة ثم تلتها مدينة الطائف في عام 1945 للميلاد بعد كذا في عام 1948 للميلاد في مدينة الرياض طبعا في مدينة الرياض صدر أمر ملكي من جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله آل سعود بإضاءتها في هذا العام طبعا صدرت أول ميزانية رسمية للكهرباء إذن أول ميزانية رسمية كانت هو مدينة الرياض وطبعا كانت الميزانية تبلغ حوالي 13368 رياض وأنشأت أول محطة طبعا في مدينة الرياض وكانت تنتج هذه المحطة 1600 كيلو وات 1600 كيلو وات طبعا بالنسبة في عام 1949 للميلاد في المنطقة الشرقية طبعا في المنطقة الشرقية يا أخواني تأسست شركة القوى الكهربائية لمحافظة الظهرات والهدف منها هو توزيع الطاقة الكهربائية في كل من الظهرات والدمام والخبر طبعا في نفس الوقت كانت شركة أرانكو تنتج الكهرباء ولكن كانت تنتج الكهرباء لعمالها الخاصة طبعا ألذاك طبعا بعد كده يا أخواني تأسست في عام 1433 للهجرة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج طبعا تأسست هذه أو نشأت هذه الهيئة في عام 1433 للهجرة طبعا من قاب بافتتاحها أنا ذاك هو صاحب السمو الملكي الأمير سطا بن عبد العزيز أمير منطقة الرياب طبعا الهيئة هذه أخواني لها أهداف وهو عملية تنظيم الكهرباء والإنتاج سواء كان الإنتاج بالمولدات التقليدية وحنتكلم عنها إن شاء الله أو بالنسبة للطاقة المتجددة طبعا بالنسبة للهيئة التنظيم دائما تعطي إحصائيات فطبعا الإحصائية اللي أعطيتها هيئة الكهرباء لعام 2019 إلى نهاية 2019 إنه موجود في عام 2019 موجود 26 شركة وكيان يعني موجود من الشركات هذه 26 شركة وكيان لتوليد 85.19 ميجا ميجا وات وكان عدد المحطات الموجودة بالمملكة العربية السعودية تقريبا 39 محطة بسعة 55.33 ميجا وات فهذه طبعا المحطات بعدها طبعا أنشئت في عام 2020 و2021 إحنا بس أنا خط إحصائية 2019 بهذا الكلام هذا كله يا إخوان يتضح إنه بوجود عندنا إحنا كبية كبيرة من الطاقة الكهربائية لذلك لذلك يا إخوان تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر منتجي الكهرباء في الشرق الأوسط من أكبر منتجيين في الشرق في الشرق الأوسط بسبب وجود المحطات وبوجود المولدات اللي بتعطي تقريبا قيم كبيرة من الطاقة الكهربائية طبعا كان هناك مبادرة تسمى مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة إخواني هنا نقصد بها اللي هي استغلال الطبيعة في إنتاج الطاقة الكهربائية طيب إشلون أني أنا أستفيد من الطبيعة طبعا في عندنا ممكن الاستفادة من الإضاءة أو الشمس اللي نحن نسميها الخلايا الشمسية التي تنتج لنا الطاقة الكهربائية وفي عندنا طبعا طاقة الرياح هنتكلم عن فيما بعد هنتكلم عن المشاريع الخاصة فيها كانت طبعا فكرة المبادرة فكرة الأساسية المبادرة بما أن المولدات الكهربائية التقليدية طبعا على أساس إدارة العضو الدائر الخاص فيها لا بد من وسيلة إدارة وسيلة الإدارة هذه هي طبعا المتابعة عندنا في السعودية هو عملية التبخر تبخر المياه وعلى أساس أني أنا أبخر المياه لا بد أني أنا أجد وسيلة تقوم بعملية تسخيل المياه طبعا من الوسائل فيه موسائل كثيرة منها مثلا الفحم منها الكيروسين ومنها الغاز طبعا الفكرة الأساسية للمحطات عندنا في المملكة العربية السعودية هي فكرة تسخيل الماء عن طريق ماذا؟ عن طريق الغاز بسبب التوفر طبعا تنوع بصادر الطاقة هذا يعطينا مؤشر جيد بسبب طبعا نحن فين إحنا الاحتراقات والأمور هذه هذه تسبب مشاكل في البيئة وهذه المشاكل قد تؤدي إلى الانحباس الحراري نتيجة انبعاثات ماذا؟ الكربون فكانت هذه فكرة رائدة طبعا من البشاريع الطاقة المتجددة أول مشروع طبعا في المملكة العربية السعودية وهي محطة دومة الجندل اللي في السعودية دومة الجندل هذه كانت تستخدم طاقة الرياح يعني هنا الآن نستفيد نحن من طاقة الرياح لإنتاج ماذا؟ الطاقة الكهربائية بحيث أن الرياح عبارة عن مراوح المراوح هذه تديرها الرياح وبالتالي تدير معنا الروتر أو العضو الدوار الخاص بالمولدات وبعد كده تنتج لنا الطاقة الكهربائية طبعا محطة دومة الجندل هذه تنتج 400 ميجا وات يعني رقم لا بأس منه 400 ميجا وات هذه أخواني تكفي لتغذية 70 ألف منزل وهذه طبعا تعتبر يعني جيدة في عندنا أيضا محطة أخرى اسمها محطة سكاكة لإنتاج الكهرباء بالنسبة لحطة سكاكة لإنتاج الطاقة الكهربائية هي تعتمد على الطاقة الشمسية إذن الآن دخلنا نحن في طاقات متجددة وهو السولار السولار هذا ينتج لنا الطاقة الكهربائية هو فكرته عملية تجميع الإضاءة في خلايا مصنوعة من سيليكون أو الجيرمانيو وتخزينها في بطاريات البطاريات هذه نستخدم الانفيرتر بحيث عملية نتحويلها من الـ DC إلى الـ AC طبعا سعة سعة المحطة سكاكة تقريبا 300 ميجا وات يعني سعة جيدة طبعا هذه تكفي يا أخواني لـ 45 ألف منزل وهذا طبعا النوع الثالث طبعا بعدها في شركات أخرى يعني بعد الشركة هذه في شركات أخرى أو بعد المحطة تيل متنذية يعني أنت فيها تقريبا عندنا سبع مشاريع متفادقة لإنتاج الطاقة المتجددة إذن نحن نهدف بالطاقة المتجددة اللي هو التقليل من الإنبعاثات يعني لاحظوا في محطة سكاكة لما استخدمنا الطاقة الشمسية لاحظوا أن نحن خففنا 500 طن من الإنبعاثات الكربونية في المشاريع المستقبلية والحالية نستهدف إلى طبعا نستخدم الطاقة الرياح والطاقة الشمسية السعر الإجمالية المستهدفة للطاقة المتجددة هو 3600 ميجا وات لاحظوا أنه في محطة دوبة الجندل 400 ميجا ومحطة سكاكة 300 ميجا نحن نستهدف إلى 3600 ميجا وات طبعا إذا استهدفنا هذا الرقم معنى معنى أن الطاقة المتولدة ستكفي ل600 ألف منزل يعني أيضا ملاحظة أنه في دوبة الجندل ستغذي 70 ألف منزل وفي سكاكة ستغذي 45 ألف منزل المستهدفات اللي بنوصل إليها أنها تستهدف إلى 600 ألف منزل طبعا إذا حققنا هذه الأرقام معنى أن نحن هنخفض 7 ملايين طن من الاباثات الكربونية وهذا طبعا رقم كبير وبالتالي نحن حافظنا على مسألة مسألة البيئة تعالوا الآن بعد ما تعرفنا على رحلة الكهرباء في المملكة العربية السعودية خلونا الآن نتعرف على الشيء تبدأ عملية التوليد للطاقة الكهربائية وكيف تنتقل إلى أن توصل إلى المستهلك يعني بمعنى آخر أبغى الجميع يفهم أنه فيه إنتاج للطاقة الكهربائية وفيه نقل للطاقة الكهربائية وفيه توزيع للطاقة الكهربائية إذن ما هو مفهوم نظام القدرة الكهربائية؟ مفهوم نظام القدرة الكهربائية هي الركيزة الأولى هي عملية التوليد إذن هي توليد القدرة الكهربائية بعد كذا بعد عملية التوليد ونقلها بواصلة شبكات نقل يعني الترانسميشن لاين نحن نشوفه دائما اللي موجوده في سواء كان داخل المدن أو خارجها نلاحظ أنه في موجود أبراج أبراج خاصة بماذا؟ خاصة بنقل الطاقة الكهربائية طبعا لا بد أن تنقل هذه الكهرباء بكفاءة عالية حنشوفها إن شاء الله فيما بعد لما نشوف المراحل الخاصة بنظام القطرة الكهربائية طبعا ستكون هناك لا بد أن تكون هناك كفاءة عالية ثم بعد كده تنقلها إلى شبكات التوزيع شبكات التوزيع هذه أخواني هنتعرف عليها فيما بعد هي التي تقوم بعملية توزيعها إلى المستهلكين وإلى الأحمال سواء كانت أحمال مستهلكين أفراد أو دوائر حكومية أو مصانع وطبعا هنا على أساس بأن أحقق الكفاءة العالية لا بد أن تكون بأقل تكلفة ممكنة وأعلى كفاءة ممكنة أضف إلى ذلك اللي هي عملية الاستمرارية يعني لا بد أني أنا أحرص في تصميم نظام القدرة الكهربائية عدم انقطاعها وبأقل تكلفة وأعلى كفاءة بحيث أنه ما ينقطع تغذية عن المستهلكين وهذا طبعا معنى مفهوم نظام القدرة الكهربائية تعالوا نتكلم الجزية الثانية عن مكونات نظام القدرة يعني نظام القدرة مما تتكوّل طبعا نظام القدرة تتكوّل من ثلاث مراحل المرحلة الأولى هو عملية التوليد المرحلة الثانية هي عملية النقل والمرحلة الثالثة هي عملية التوزيع تعالوا الآن ندخل على كل المرحلة ونشوف في المرحلة هذه ماذا يحدث بهذه المرحلة نبدأ بأول مرحلة وهي الجيريريشن اللي هي عملية التوليد طبعا زي ما انتوا شايفين في الصورة هذه هذه عبارة عن مولدات كهربائية هذه المولدات الكهربائية تقوم بعملية انتاج الطاقة الكهربائية طيب كيف تقوم بعملية انتاج الطاقة الكهربائية نحن الآن على ساس نفهم نحن كيف تتم العملية لابد أن نعرف ما هي أجزاء أساساً المولد المولد أساساً يتكوّل من جزئين أساسيين الجزء الأول يسمى الاستيتر اللي هو العضو الثابت والجزء الثاني هو العضو الدوار اللي هو الروتر طبعاً على اساس اني انا يمكن اخذناه ان احنا سابقاً في ايام زمان ايام الدراسة انه المولد الكهربائي اني انا اعطيه حركة ميكاديكية ينتج لي طاقة كهربائية وهذا فعلاً اللي حاصل الآن مع هذه المولدات طيب المولدات الآن شلون انا اسوي عملية إدارة للروتر او العضو الدوار طبعاً هنا دائماً دائماً نقول عملية إدارة العضو الدوار للمولدات الكهربائية تتم بوسائط طيب ما هي هذه الوسائط الوسائط هذه أخواني طبعاً الهدف الأساسي هو لعملية الإدارة طيب ما هي هذه الوسائط من الوسائط مثلاً اللي هي بخار الماء يعني بحيث اني انا استفيد من بخار الماء اصخن الماء واخذ البخار الخاص بالماء وادخلها على توربين التوربين هذا يقوم بعملية إدارة ماذا العضو الدوار إذا هذه هي الفكرة الأساسية طيب التسخيل هذا كيف يتم هو لسما قلتها في البداية إذا التسخيل هذا يتم عن طريق ماذا؟ عن طريق غلي الماء وبالتالي إحنا إذا صخدنا الماء ظهر معانا البخار طيب كيف أصخن الماء؟ هنا نقول أنه في عدة طرق لتسخيل الماء وتكلمت عنها سابقاً وممكن تكون الفحم وممكن تكون عملية إش ممكن يكون الكيروسيد وممكن يكون الغاز إذن هذا النوع من المحطات تسمى المحطات البخارية التي تعتمد على البخار في إنتاج الطاقة الكهربائية واضح؟ الآن الآن كيف تتم العملية؟ نقوله غلا خلاص نحن بالبخار يحرك التوربين التوربين يحرك العضو الدوار وبالتالي نأخذ بالاستيتر زي ما اتفقنا له العضو الثابت نأخذ منه إيش الأطراف الخاصة بنا التي تنتج الطاقة الكهربائية طيب هل هناك مصادر أخرى لعملية إدارة العضو الدوار للمولدات؟ نقول هنا نعم فيه مصادر أخرى منها مثلا نقول المحطات النووية طيب هل المحطات النووية إيش فكرتها؟ والله فكرتها في عملية انشطار ذرة اليورانيوم يعني ذرة اليورانيوم لما تصير معها انقصار أو انشطار تولد هواء قوي بدفعة قوي وبالتالي تحرك التوربين وانتج معنا بعد كده في الاستيتر اللي هو الطاقة الكهربائية إذن الآن نحن سونا عملية تحريك طيب هل فيه أيضا طرق أخرى؟ أقول لك فيه طرق أخرى كثيرة ومنها مثلا ممكن تكون محطات هذه تعتمد على مثلا المد والجزر للبحار ممكن تعتمد على الشلالات ممكن تعتمد على السجود وهكذا إذن هنا دائما في المولدات دائما نتكلم عن المحطات بنوع لتدور العضو الدور طيب إيش نوعها؟ والله ممكن تكون محطات بخارية وممكن تكون محطات مائية أو بمعنى آخر إنها تستفيد من البخار أو تستفيد من الماء لإدارة التوربين اللي يدور لنا العضو الدوار إذن كده نحن أنتجنا ماذا؟ الطاقة الكهربائية أوكي بعد كده ننتقل إلى الجزء الثاني التي تفقد عليه وهو عملية إيش؟ عملية النقل طيب وصلنا إلى نحن ولدنا طبعا عادة المولدات إخواني توصل عملية الجهد المتولد إلى تقريبا 13.8 كيلو فولت هذا طبعا في المملكة العربية السعودية طبعا باقي الدول كل دولة لها فريكوينسي معين تردد معين طبعا ترددنا في المملكة العربية السعودية هو 60 هرتز بالنسبة لباقي الدول تختلف في بعضها توصل إلى 50 هرتز في بعضها 60 هرتز زي المملكة العربية السعودية وبعضها تصل إلى 100 هرتز راضح؟ الآن ننتقل إلى النقل طبعا نحن قلنا الجهد المتولد هو 13.8 كيلو فولت طيب 13.8 كيلو فولت لو أنا أنقلها مثلا من مدينة جدة إلى مدينة الشرقية إلى الدمام حتوصل معايا في الدمام شبه صفر طيب إيش اللي حصل؟ اللي حصل معانا أنه في خلال الخط يبدأ بعملية فقد الجهد الكهربائي عادي نسميها هذا فقد في الخط طبعا هنا في الحالة هذه إيش اللي راح نسويه في المحطة هذه حنشوها أيضا فيما بعد إذن من محطة التوليد نستخدم الترانسفورمر اللي هو المحولات طيب ما هو الهدف من المحولات؟ هو عملية رفع الجهد الكهربائي على أساس أني أنا أقدر أنقل هذا الجهد الكهربائي بحيث يوصلي إلى المنطقة المستهدفة بأقل دروب فولتش بأقل فقد موجود وضحت؟ طيب بعد ما نحن نولد وبعد الترانسفورمر اللي بيرفع الجهد الكهربائي تنتقل عبر الترانسميشن لائن أول ما يتقابل معاها اللي هو نسميه الجريد ترانسميشن لائن اللي هو الشبكة العمومية أو الشبكة العائمة الشبكة العائمة هذه إيش الفائدة منها؟ الفائدة منها إن تربط جميع المولدات اللي مثلا في المملكة العربية السعودية والله في مولدات في جدة موجود مولدات في الرياض في الشرقية في الجنوب في الشمال هذه كلهم يصبون في ماذا؟ يصبون في الشبكة العائمة اللي هي الجريد ترانسميشن لائن هذه الشبكة العائمة يعني حتى يا أخواني الفائدة أيضا من الشبكة العائمة الجريد إنه نحن إيش اللي يصير إنه ممكن نحن نسوي ربط مع مثلا دول الخليج مع مثلا العراق زي ما حاصل الآن الاتفاقية اللي حصلت الآن مع الأردن مع مصر بحيث إنه كل الدول نحن نتكلم بشكل دول كل الدول هذه ترمي الجهود الخاصة فيها والقدرات الخاصة فيها على هذه الشبكة وبعد كده تبدأ عملية ماذا اللي تبقنا عليه التوزيع طيب إذن المرحلة الثالثة وهي عبدية التوزيع الدستربيوشن الدستربيوشن إخواني نحن عندها نحن نشوفها فيما بعد إن شاء الله إنه عندها نحن محطات إما محطات تكون primary station أو secondary station نحن نشوفها فيما بعد بالنسبة لل primary station هذه تستقبل من grade transmission line يعني تستقبل من المحطات تستقبل من النقل محطات النقل وتستقبلها وتبدأ عملية الخفض الجهود حتى توصل بعد كده إلى إلى المستهلكين إذن مكونات نظام القدرة electrical power system تتكون من ماذا؟ تتكون من التوليد والنقل والتوزيع طيب ننتقل لبعض كده تصريف الجهود طبعا الآن راح أنا أصدمتكم الجهود على مستوى العالم وليس على مستوى المملكة العربية السعودية نحن نشوف المستوى العالم بعد كده سنخصص على المملكة العربية السعودية في عندنا أخواني أربع أنواع من الجهود في عندنا low voltage وهذا يبدأ من الصفر حتى ألف من الصفر إلى ألف إذن أنت أي قراءة تشوفها من الصفر إلى ألف هذا تعتبر low voltage يعني الجهود منخفض يجي التقسيم الثانية وهي medium voltage medium voltage يبدأ من 1 كيلو إلى 36 كيلو إذن إذا شفت أنت في هذا الرنج معنى أنك تتكلم عن medium voltage في عندنا لبعدها وهو high voltage والhigh voltage هذا يا أخوان يتراوح ما بين 66 كيلو فولت إلى 400 كيلو فولت هذا يسمى high voltage في عندنا extra high voltage وهذا يكون ما بين 500 كيلو فولت إلى 750 كيلو فولت هذا نسميه ماذا الاكسرا في عندنا ultra high voltage اللي يوصل إلى 1000 كيلو فولت طبعا بالنسبة القيمة هذه كبيرة وواحد يقول هل موجود 1000 كيلو فولت أقول لك نعم في الصير موجود 1000 كيلو فولت إذن الصير عندها ultra بالنسبة للمصر توصل عندها إلى 500 كيلو فولت إذن عندها extra high voltage واضح إخواني طيب تعالوا نشوف الآن المملكة العربية السعودية الجهود في المملكة العربية السعودية الجهود في المملكة العربية السعودية low voltage نحن نتكلم عن 220 فولت إلى 380 فولت حلو طيب بالنسبة للميديم فولت الميديم فولت عندنا هو 13.8 كيلو فولت يعني 13.800 فولت طيب هل عندنا high أقول لكم نعم عندنا high بالنسبة لنا عندنا high يتراوح ما بين 100 كيلو فولت إلى 110 كيلو فولت طيب هل عندنا extra أقول لك نعم عندنا extra لكن extra اللي موجود عندنا هو 400 كيلو فولت إذن أعلى جهود موجودة في المملكة العربية السعودية اللي نلاقيها في الgrade transmission هو 400 كيلو فولت طيب الآن نتكلم عن مراحل منظومة الطاقة الكهربائية إذن الآن تكلمنا عن المحطات اللي موجودة بلنا في عملية توليد وفهمنا إيش معنا التوليد وإيش معنا نقل وإيش معنا توزيل الآن نأخذها بعملية تفصيلية أكثر طيب مراحل منظومة الطاقة الكهربائية إيش هذه المراحل وإيش الجهود اللي بوجود عليها وكيف نظامها نقول لك أول مرحلة مرحلة التوليد اللي اتفقنا عليها طيب في مرحلة التوليد ماذا يحدث نقول لك والله عندنا حاجة اسمها محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وطبعا اتفقنا إن المحطات هذه حسب نوع المحطة ونقول مثلا إنه والله هذه محطة مثلا بخارية إذن تعتمد على البخار في تدوير التربين مثلا التربين وبالتالي تدوير العضو الدوار الخاص بالمولد وبالتالي إنتاج الطاقة الكهربائية إذن هذه أول مرحلة عندنا وهي مرحلة التوليد طيب داخل هذه المحطة طبعا هذه المحطة تنتج ما بين 11 إلى 20 كيلو فولت طبعا عادة تكون ثري واير ثري واير اللي هي ثلاث بوصلات اللي هو ثري فايز عادة نحن نسأل ثري فايز إذن هي تنتج ما بين 11 إلى 20 كيلو فولت طيب بعد كذا ماذا يحدث بعد كذا تنتقل إلى اللي هو اللي هو اللي هو محاولات رفع الجهد واتفقنا سابقا إن هنا أهمية محاولات رفع الجهد إن يرفع لنا الجهد لقيم كبيرة على أساس عملية النقل ما يفقد فيها إيش الجهد الكهربائي إذن هذه هذه المحطات اللي هو المحاولات الستيب أب هذه ترفع الجهد إلى من 200 إلى 500 كيلو فولت وممكن تؤب زي ما اتفقنا سابقا وأيضا يطلع منها ثلاث وايرات بعد كذا تنتقل إلى بعد عملية الرفع تنتقل إلى الغريد ترانس ميشان ناين وضحة طيب تعالوا الآن خلنشوف المملكة العربية السعودية إيش الجهود اللي تولد وما هي الجهود اللي يرفع فيها الترانسورمر وبعد كذا تنتقل إلى الشبكة إذن إحنا هذه كلها تسمى عندنا محطات التوليد والرفع إذن هذه ستكون في مكان واحد ستكون في مكان واحد طيب تعالوا نشوف بالنسبة للمملكة العربية السعودية هي عبارة عن 13.8 من 10 كيلو فولت هذا ينتجها المولدات بعد كذا تنتقل إلى المحولات يدخل على البرايمري الخاص بالمحولات يدخل لها 13.8 من 10 يخرج معانا كم 400 كيلو فولت 400 كيلو فولت تنتقل إلى الترانسميشل لاين أو نحن نسميها الجريد ترانسميشل لاين هذه أول مرحلة طيب ننتقل إلى المرحلة التي تليها من مراحل منظومة الطاقة الكهربائية المرحلة الثانية هي مرحلة البقر اللي هي الترانسميشل طيب الترانسميشل هذه أخواني إذن نحن نوصل لنا وصل لنا من محطة التوليد ورفع الجهد اللي كانت قيمتها من 200 إلى 500 كيلو فولت وقلت لكم ممكن تكون أعلى ووصلت لنا ثلاثة وايرات ثلاثة وايرات وبالتالي تدخل إلى الشبك اللي نحن نتبقنا عليها اللي هو الجريد ترانسميشل لاين الجريد ترانسميشل لاين قلنا أهدافها هي تجميع كل المولدات على ترانسميشل واحد وبعد كذا نحن نبدأ ناخذ منها طيب وصلنا عند الترانسميشل لاين إذن الترانسميشل لاين هذا موجود في الجهد من 200 إلى 500 كيلو فولت ينتقل إلى اللي هو البرائميري ديستريبيوشن اللي هي توزيع محطات التوزيع الابتدائية تبدأ تستقبل محطات التوزيع الابتدائية وعادة محطات التوزيع الابتدائية هذه تكون في بداية البدن يعني ما تكون داخل المدن تكون في إيش في بداية المدن على أساس أنها تستقبل من الغريد ترانسميشل لاين بعد كده أشوال بعد ما يوجد الجهد أخذته من الغريد ترانسميشل لاين إلى البرائميري ديستريبيوشن تطلع من الديستريبيوشن بجهود تتراوح ما بين 66 إلى 132 كيلو فولت أيضا 3 وائرز طيب وين تروح هذه تروح إلى اللي هو ترانسميشل لاين وبتروح هذه إلى المحطات اللي اتفقنا عليها اللي هي سكندري ترانسميشل لاين سكندري ترانسميشل لاين طيب كيف تنتقل نقول لكم هناك نوعين من الانتقاد يعني هتنتقل عن طريق الترانسميشل لاين اللي هي أبراج وتكون فيها عادة مكشوفة وموضوعة على أبراج 3 وائرز موجودة أو ممكن تستخدم عن طريق كابلات الأرضية استخدام كابلات الأرضية طيب وين تتجهه كم قيمتها والله قيمتها تتراوح ما بين 66 كيلو إلى 132 كيلو كم واير موجود فيها ثلاث وايرات طيب كيف تنتقل تنتقل إذا كانت بطرف المدينة فما في مشكلة إني أنا أستخدم أبراج لكن إذا كان تخترق المدينة هنا لا صعب إني أنا أستخدم لها أبراج فأستخدم كابلات أرضية طيب إذا ما زلنا على الجهد اللي هو 66 كيلو فولت إلى 132 كيلو فولت وأيضا ثلاث واير توصل إلى السكندري ديستربيوشن السكندري ديستربيوشن هذه تستقبل الجهد اللي جاه من البرايبل بعد كده إخواني إذن في عندنا في برحلة النقل عندنا محطتين محطة كل المحطتين هذه تخفض الجهد كل المحطتين تخفض الجهد المحطة الأولى هذه نسميها ستيشن هذه محطة خفض ولكن هي تأتي بعد الجريد يجينا المحطة الثانية أيضا ستيشن هذه محطة أيضا خفض ولكن تأخذ من ماذا من البرايبل ديستربيوشن طيب طيب أعطينا الجهود أقول لك والله الجهود اللي موجودة عندنا في المملكة العربية السعودية بالنسبة للجريد حيكون فيها 400 كيلو فولت إذن ظهرت من الجريد وصلت 400 وصلت إلى البرايمري 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 ديستربيوشن حيحولها إلى 110 طبعا فيها ترانسفورمر حيحولها 110 لذلك نحن سونا محطة خفض الجهد حتحولها من المية الـ 400 كيلو فولت إلى 110 أو 115 كيلو فولت تقريبا خلاص بعد كذا تنتقل إما بترانسفورمر إذا فيه إمكانية أني أنا أضع براج ماشي الحال ما فيه إمكانية أضعها بكابلات أرضية طيب كم الجهد يواصل لها واصل لها 110 أو 115 تدخل بعد كذا إلى محطات أخرى إلى محطة أخرى اللي هو اسكندري ديستربيوشن السكندري ديستربيوشن هذي حتأخذ الجهد اللي هو 110 أو 115 كيلو فولت اللي هو نحن نتفكره في المملكة العربية السعودية بعد كذا إيش اللي حيصير هنا تقوم بعملية عملية ماذا التوزيع تعالوا نشوف إذن هنا ظهرت معانا محطات السكندري ديستربيوشن ظهرت معانا ما بين 11 إلى 22 كيلو فولت يعني كم يعني تقريباً اللي اتبقنا عليها اللي هي 13 و 18 كيلو فولت إذن الآن في فرق بين البرايمري ديستربيوشن و اسكندري ديستربيوشن البرايمري هذي تأخذ من الجريت من الاكسترا فولتيج اللي هي 4 بية كيلو فولت وتخفضها إلى 110 طيب هل توديها على المنازل ولا لا 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 ما توديها المنازل لا بتأخذها عن طريق أو عن طريق الكابل اللي هو الكابلات الأرضية بعد كده تنقلها إلى السكندري ديستربيوشن السكندري ديستربيوشن هذا يخفضها الجهد الـ 110 أو 115 إلى 13 8 من 10 ك ميديم ميديم فولتيج طيب بعد كده ماذا يحدث اللي بعد كده يا أخواني اللي يحدث عندنا اللي هو أيضا نحن ما زلنا في مرحلة الآن التوزيع انتهينا من عملية النقل نحن مرحلة ثالثة مرحلة التوزيع طيب إيش اللي يحصل نحن اتفقنا إنه ترانسفورمر اللي هو من البرايمري ديستربيوشن اتخنى له 110 أو 115 كيلو فولت بيخرج معنا من الإسكندري حق ترانسفورمر جهد مقداره 13 كيلو 13 8 كيلو فولت 13 8 كيلو فولت ينقسم إلى قسمين القسم الأول سيروح إلى المصانع الكبيرة والمشاريع الكبيرة أو تكون مثلا قرى إذا لاحظوا في المرحلة التوزيع عن طريق ماذا عن طريق اللي هو ستيشن اللي هي سكندري اللي هي حتروح إليش على المصانع الكبيرة والمشاريع القسم الثاني وين يروح قسم الثاني القسم الثاني يدخل داخل داخل الدستربيوشن اللي هو محطات التوزيع الثانوية سكندري دستربيوشن توصل إليها داخل المحطة في داخلها غرف الغرف هذه فيها الدستربيوتر اللي أنت شايفينه بالشكل هذا الدستربيوتر هذا يا أخواني في خلايا منها دخول يعني ممكن يدخل الخياة مثلا دخلين من ترانسفورمين ترانسفورمر اثنين ويخرج مثلا أربع مغذيات ستة مغذيات إلى آخر طيب بعد كذا إذن كم الجهد الداخل إلى الدستربيوتر الجهد الداخل للدستربيوتر في المملكة العربية السعودية 13.8 من 10 كيلو فورت طبعا يدخل بعد كذا أو ينتقل من دستربيوتر إلى الرينج مين يونيت نسميه نحن الار ام يو الار ام يو معناها أن الدخول الجهد على الار ام يو نحن نسميه موزع ربط حلقي موزع ربط حلقي يدخل له 13.8 من 10 كيلو فورت يعني يعتبر ميديم فورت إلى الآن ما وصل منازلنا إلى الآن لم يصل إلى المنازل إذن وصل جهد مقداره 13.8 من 10 على رينج من يونيت اللي هو حلقي هذا طبعا الحلقي يا أخوان رينج من يونيت هذا إيش ميستو ميستو إن إحنا نقدر أربط أنا كذا رينج من يونيت بحيث لو واحد منهم سقط إذن أنا أقدر أستخدم رينج من يونيت الثاني بحيث أني أنا اتفقدنا في البداية أنه لا بد أن يكون هناك استمرارية في تغذية الأحمال يعني لو أنت تعتمدت على رينج من يونيت واحد معناه لو سقط معناه أو حصل في خلل أو صيانة أو إلى آخره معناه أن جميع الأحمال هنا ستقف معي لا أنا في الحالة هذه لأن أستخدم كذا رينج من يونيت بحيث أني أنا إذا سقط هذا أستخدم هذا وآخره إلى آخره بعد كذا الرينج من يونيت هذا إخواني يدخل على ترانسفورمر الترانسفورمر هذا يقوم بعملية ماذا خفض الجهد الكهربائي إذا خفض الجهد الكهربائي إذا معناه أنه بعد الرينج من يونيت حاجيني ترانسفورمر الترانسفورمر هذا يخفض الجهد إلى اللو فولت اللي هو 220 أو 380 فولت 380 فولت طبعا هنا في الحالة هذه بدل ما تكون ثلاث وايرات هتكون هنا عندنا أربع وايرات اللي هو منها البي اللي منها النيوترل أوكي إخواني هنا بعد كذا تروح على لوحات التوزيع الرئيسية اللي هي نسمينها مين ديستربيوشن بورت اللي هو م دي بي إذن هنشوفها بعد كذا في التفصيل كيف توصل إلينا وما هو الام دي بي وكيف نتعامل مع هذا الام دي بي إذا الام دي بي هذا يأتي بعد ماذا بعد المحول المحول الخفض اللي 220 فولت إلى 400 فولت اللي جاينا أساسا من الرنج مين يونت طيب وصلنا إلى هذا إذن ظهرت معنا 220 فولت طيب 220 فولت هذا ماذا يحدث لها تعالوا نتفرج كذا إذن موقع أنظمة التوزيع للجهد المنخفض تبدأ من ماذا تبدأ من المحول اللي دائما نحن نشوفه في الأحياء دائما نشوف هذا المحول في الأحياء تلقى مثلا حي بلوك معين أو رأس بلوك معين أو جزئية معينة من الحي تلقى موجود فيها محول المحول المحول اللي راح يغذي كذا بيت حنشوف الآن إذن صار عندنا الخفض إلى 220 و380 فولت أربع وايرات لأنه فعلا أنت اللي بيوصلك للبيت أربع وايرات وليس ثلاثة اللي قلنا لائن ون لائن تو لائن ثري ونيوترون بجهد مقداره من لائن تو لائن أربعمية أو ثلاثمية وثلاثمية وثمانين فولت لائن تو نيوترون اللي هو 220 فولت بعد كلا هنا حينقسم مصدر الجهد المخفض إلى قسمين في عندنا محضاعها كلها بعد ما يطلع من المحول يروح على حاجة اسمها Distribution Biller اللي هو دائما نسمي نحن البلر البلر هذا يكون عادة بجانب الترانسورمر يعني أنت لو رحت مثلا إلى الحي اللي عندك أو الشارع اللي مولد عندك ورحت إلى محول تجد جنبها بوكس هذا البوكس اسمه بلر البلر هذا يوزع لي كذا فيوز بوكس يعني على اليمين هذا فيوز بوكس إذن أول شيء المحول يكون بجانبه بجانبه بلر البلر هذا يبدأ يوزع إلى بوكس فيوز أو فيوز بوكس الفيوز بوكس هو اللي موجود الآن عندك عند البيت إذا شوفنا مراحل كيف صارت إخواري توليد نقل بعدين distribution primary وبعدين ينقلونها إما عن طريق transmission line أو عن طريق كابلات إلى distribution secondary و distribution secondary تأخذها إلى ringman unit يبدأ يروح إلى المحول المحول هذا يوصل على بلر البلر هذا يوزع إلى الفلة الأولى أو الفلة الثالثة أو الفلة الثالثة أو فلتين أو أحيانا أو أحيانا يا أخواني البلر واحد لعمارة مثلا كبيرة إذا العمارة هذه سوصلها بلر ما راح أوصل لها فيوز بوكس الفيوز بوكس إذا أنا بوزع إلى كذا فلة موجودة عندي مثلا إذا هذه هو موقع أنظمة التوزيع إذا نحنا بدأنا من التوليد وصلنا نحنا إلى transformer الموجود عندنا في الأحياء وأتمنى لكل يمر ويشوف transformer هذا transformer من فين جاي جاي من ringman unit ringman unit أساسا من فين جاي يعيثنا من distributor اللي نحنا شفناها في الصورة السابقة وهكذا إذا نحنا وصلنا الفيوز بوكس الفيوز بوكس هذا يوصل إلى العداد اللي هو موجود عندنا في البيت اللي نحنا ناقضه من شركة الكاربة يوصل عندنا بالعداد وبعد كذا من العداد عندنا ممكن أن أركب له مثلا باسبار بحيث أني أنا أبدأ أعطي الطبلون مثلا الأول والطبلون الثاني والطبلون الثالث وهكذا وبعد كذا أوزعها أنا إلى الأفياش اللي موجودة عندي وإلى الأنارات وإلى جميع الأحمال اللي موجودة عندي وضحة إخواني طيب الآن ننتقل إلى الجزية الأخيرة وهي خاتبتنا أتمنى أتمنى من الجميع المشاهدين أنهم استفادوا من هذه المحاضرة وأنها تكون هذه المحاضرة خفيفة بس كان الهدف منها قوة تعريفية إلى كيف تتولد الطاقة الكهربائية وكيف تنتقل وكيف تتم عملية التوزيع وشلون تدخل عندنا نحن في المنازل وأخذنا هذه المراحل أتمنى للجميع التوفيق وإلى اللقاء إن شاء الله في محاضرة أخرى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر